السلام عليكم شراب سنة ثالثة ان شاء الله دلوقتي هنكمل مع بعض حل المعاصر الجديد المعاصر الجديد احنا خلصنا مع بعض شرح خمسة شابتر 5 و شابتر 6 ونزلت الحل بتاع الكويتشان بنك ونزلت ان شاء الله الشرح والحل بتاع شابتر 7 وان شاء الله الاسبوع ده برضو هننزل 8 والكويتشان بنك بتاعه اول سؤال بقولك the ratio between lifetime of atom in the excited energy level and lifetime of atom in the metastable metastable كان 10 power negative 3 وهنا ده longer lifetime اللي هي كان بيحصل لمين كان بيحصل للنيوم لكن الاتومز العادية 10 power negative 8 وده كان رقم صغير هو كده عايز رقم صغير على الرقم الكبير يبقى الكلام ده less than 1 opposite diagram illustrate energy levels of 2 atoms a and b same element in different states if photon e2-e1 passes through each atom يعني رميت هنا فوتون e2-e1 ورميت هنا برضو عليه فوتون equal برضو difference which is the following probable action is more likely تهابن للاتوم a واتوم b atom a واتوم b اكسيت يبقى احنا كده عملنا اكسيتشن لكن دي هتنزل وهتطلع فوتون كوهيرنت مع الفوتون اللي كان معدي يبقى دي كده اسمها استيميوليتد مش سبونتانيس يبقى اخر إجابة اكسيتيشن و استيميوليتد اميشن فولونج فجر بريزن برباجيشن فوتون سو ويتش بيرو في زيس ويفز is كوهيرنت كوهيرنت دي احنا قلنا سيم انرجي وطالما سيم انرجي يبقى سيم فريكوانسي وسيم ويفلنس وسيم ويفلنس دي اللي كنا بنسميها مونو كورماتيك اللي عندها وان ويفلنس او كنا بنسميها الالفاظ دي كلها لازم انتم عارفها ايه تاني في كوهيرنت غير سيم كل ده انه هما سيم دايريكشن او بررر لبعض او نقول عليها كوليميشن ايه تاني في كلمة كوهيرنت انه هما سيم فيز طالعين نازلين واكلين شاربين مع بعض الثلاث نوع الدور كلهم مجتمعين يديك كلمة ايه يديك كلمة كوهيرنت فهتلاقي الكلام ده متحقق في الثالث نفس الفريكوانسي نفس الاتجاه نفس كل حاجة دومنت اممشن of radiation produced from showing light source ده ordinary light source يبقى spontaneous لو كان لازر كنت هقوله مين استيمولاتد اللازر هو اللي بيبقى استيمولاتد the opposite diagram illustrate excited atom in the energy level e1 so which of the following sentence describe the required condition for stimulated emission استيمولاتد يبقى لازم يبقى فيه فوتون يعدي عليها قبل اللايف تايم ما يخلص يعني دي تبقى فوق اللايف تايم بتاعها ما خلصش ويبقى الفوتون equal difference بين الاثنين يبقى fall of photon الانرجي بتاعته الديفرنس تقع علي الاتوم spontaneous emission of photon from excited atom happen اللي spontaneous بيحصل لوحده من غير اي external effect اللايف تايم خلص والالكترون نزل ratio between speed of laser و speed of sunlight و speed of x-ray و speed of الكشاف اللي مع حضرتك كلهم واحد لان السرعة ثابتة لا ثري time تم بور ايت laser beam don't obey inverse square low ليه عشان parallel low divergence ولا عشان intennis surrela ولا عشان short to evidence ولا عشان monochromatic طبعا عشان parallel low divergence الraise بتاعته كلها parallel low divergence يعني ايه لو ركزت كده في الكشاف العادي هتلاقي ان بيحصل فيه تشتت في الدق في كل اتجاه ده بيسموه high divergence لكن الليزر بيبقى هو خط 1 line 1 low divergence يبقى هي الإجابة الاولانية common feature between laser و x-ray والله انهم عندهم نفس الليزبيد في نفس الميديم which of the curve in the opposite graph represent relation between radiation and tennessee و square distance هي العلاقة بينهم direct ولا inverse لو ordinary light تبقى العلاقة بينهم inverse inverse اللي هي الكيرف اللي هو number 1 ده لو في الليزر لا هو ما فيش علاقة فهاختار الكونستانت اللي هو number 4 which of the following figure represent passage of helium neon laser through collateral triangular prism الليزر منو كرماتيك عند وان ويف لنز فاستحالة يحصل له divergence أو يحصل له separation أو يحصل له analysis لكن ده لو ويت لايت اه هيتفكك للويف لنزز المختلفة بتاعته لكن الليزر منو كرماتيك هي ويف لنزز واحدة هيحصل له deviation مش هيحصل له analysis x-ray convert by helium neon laser are characterized by خبالك هو بتكلم على ال x-ray لو قرناها بالليزر هوصفه بإيه انا كده هوصف مين انا كده هوصف ال x-ray هي ability to penetrate a طبعا not obey inverse of curler لا ال x-ray بي obey coherence ال x-ray مش coherent single wavelength ال x-ray مش single wavelength يبقى الحاجة الوحيدة اللي بوصف بيها ال x-ray لو قرنته بالليزر انه هو يقدر يختارك معظم الأجسام ومعظم الكريستال the rays of laser beam are parallel which mean انه هم عندهم same direction وقالت لك احفظ الكلمة دي collimation parallel and same direction وcollimation دور كلهم نفس المعنى opposite figure illustrate propagation of phrase of conventional light source دوق كشاف عادي الرش ما بين two distances is y و x is one to one هو طبعا دي type and mistake هي مفروض one to two ان دي مسافة والمسافة دي قدها مرتين ده كمان مفروض two to one لان y هي البعيدة يعني مفروض كده المسافة two to one رشو بتوين amplitude of light source y على amplitude بتاع x احنا كنا قلنا عندنا ثلاث علاقات خد بالك منهم intensity inverse مع squared distance والantensity سيبك من intensity والarea والarea direct مع squared distance وعندك amplitude inverse مع distance amplitude inverse مع distance بس bar one عادي مش bar two يبقى اي y على اي x هي distance x على distance y يعني الإجابة one over two ثلاث علاقات دول احفظهم which is a front graph represent concept of spectra purity قلنا spectra purity ده اللي هو monochromatic اللي هي عندها one wavelength التلاث كلمات دول بنفس المعنى يبقى الإجابة تبقى c لان هي عندها wavelength واحدة دي رسمة ال x ray دي رسمة ال continueous يعني ايه continueous؟ يعني عنده wavelength كتيرة لكن ده عنده one wavelength واحدة اللي هي ممكن نقول عليها narrow range of wavelength كل دول حاجة واحدة laser source illustrated in the figure is switched on ratio من radiation intensity عند x و عند y لا باشا ده not obey inverse كله هتفضل ال ratio زي ما هي والانتنسي زي ما هي which of the following not represent electromagnetic radiation laser cathode x ray black body radiation طبعا ده بيطلع photons ده بيطلع photons black body radiation بيطلع photons لكن الكاثود بيطلع ايه؟ بيطلع electron واحنا طبعا نعرفين يا electrometric radiation دي هي بتتكون من ايه اصلا؟ بتتكون من photon how's the figure illustrate the structure of laser device which direction beam parallel rays get emerged هيخرج من ناحية مين؟ هيخرج من ناحية semi-transparent يعني هيخرج من direction 2 one of the bombing methods that used in helium neon laser is used energy source باستخدم ايه في helium neon laser كenergy source high frequency electric field قلت لك ونشرح الدرس فيه تابل كده مفروض حيك تحفظه فيه energy sources و examples عليهم وفيه كمان active medium و examples عليهم type of energy used for exciting atom as active medium of hydrogen and fluorine mixture او fluorine mixture دي الصفحة هيبتها لك بتاعت الشرح سيقولك ان الهيدروجين والديودرين فلوريد والكاربون اكساج جاز كل دول بنستخدم فيهم الكميكال الورقة ديها معلم حفظ يبقى الإجابة هنا chemical energy post helium neon laser are similar in producing photons equal wavelength equal frequency have same energy level source ولا internal source internal resonance cavity لا هما الاثنين عندهم same energy source الهيليوم neon laser الهيليوم neon laser هما الاثنين عندهم electrical source laser action the step follow bumping process بعد bumping process انت لازم توصل لمن البوبوليشان انفرجان و دي بتوصل لها للنيون مش للهيليوم all the following are correct for laser action except spontaneous emission happen for some atoms during laser ده بيحصل intensity of laser beam depend on coefficient of reflection of semiconductor اه طبعا لانها 98% يعني هي تقريبا بتخرج لك 2% بس من الموجود achieving laser action does not require presence of energy source لا لازم طبعا يوقفيه atoms of actual medium عندها ميتا ستيبل لا لازم يبقى عندها ميتا ستيبل وتقعد فترة اطول opposite figure illustrate some atoms of element in ground state which of the following figure represent state of vibration inversion طبعا ان عدد الاتوم الاكسايتد تبقى اكتر من عدد الاتوم اللي مش اكسايتد يعني اجابة دي opposite figure illustrate multiple excitation level for atom of element and lifetime بتاعهم قال لك hence the atom of this element can reach vibration inversion when they are excited to longer lifetime عند E3 يبقى لازم تأكسايت عند E3 the optical bombing process is used in ده برضو كان في الصفحة اللي كنا فتحينها تلاقي هنا optical bombing process بتستخدمها في ال Ruby laser وفي ال Die laser يبقى احنا هنا الاختيار اللي هنلاقيه هنلاقي Ruby laser helium new laser lie in region of a visible light لان حضرتك بتشوفو to produce beam from helium neon laser device with relevant intensity it is required to relevant يعني 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 معقولة كويسة increase pressure of gases inside the tube لأ turn off source اكيد لأ increase percentage of atom of helium more than the neon هذا تمام lighting بنيون lamp لأ لا لن نقوم بنيون lamp لن نعطيها DC energy source helium new laser the laser photon emitted from atom of وقلنا نيون ليش هليم وخاصة ان النيون نحن بنطلع الالكترون هنا بينزل الليفل بيطلعلك فوتون الفوتون ده visible احنا مسميين ده E0 وده E1 وده E2 يبقى ما يرجع من E2 وليون نحن بنخذ الفوتون بتاع الليزر من النيون state of vibration inversion in helium new laser achieved stimulated emission occur for mean برضو بيحصل للنيون لأنه ده النيون الليزر helium new laser from steps of laser action that an excited helium atom lose excitation energy أما بتقبط في مين وتقبط في النيون اللي مش excited فبالتالي الانرجي بتتنعل من الهليم للنيون opposite schematic diagram is a helium neon gas laser in which four photons are emitted in different direction which of these photons may continue to move inside the device longest time اللي هيقعد يتعكس كتير ويحصل له collision على الميريتين هو بي عشان هو parallel للأكسس بتاع two mirrors أو ينفع النوبر بندكر العمر يبقى هو photon b helium neon gas laser atom of active medium from which laser photon are emitted get excited due to energy resulted from بيقول لك atom of active medium in which laser photons are emitted بتget excited منين يقصد يقصد laser photons emitted يقصد النيون ما يقصد الهيليوم لو كان يقصد الهيليوم كنت سأقول له electrical discharge لكن بما ان النيون تاخد energy بتاعتها من collision مع الهيليوم يبقى الاجابة دي مش ايه opposite diagram straight helium neon gas laser which of the components will be responsible for amplification ان amplification بتحصل على المرايتين اللي هي component 3 which component of the diagram population inversion having population inversion بتحصل للنيون والنيون موجود جوه التيوب بتاعت component 2 component 1 stop كده باشا مفيش laser خالص هي يطلع لحضرتك atom of post helium anion gas is have equal atomic number اكيد لا equal ratio inside لا ده كان 10 وده 1 equal metastable state energy level او equal number of excitation level لا او مش equal number ده بيطلع E3 وده بيطلع E2 فهم عندهم nearly equal metastable state energy level ان E3 هنا و E2 هنا هما الاتنين عندهم energy قريبة لبعض golden yellow light is emitted from electric discharge tube containing sodium what characterizes this light from light of helium neon laser if post have equal intensity في ثلاثة اجابات لهم ما ينفعش بيقولك الفوتونزو كوهيرنت اي لازر فوتونزو كوهيرنت وهو بيتكلم هنا على لازر وبيتكلم هنا على جولدن يلو لايت ما قالش لازر وهو عايز اللي بيوصف اللايت ده فكوهيرنت ده فكوهيرنت ده توصف اللازر وسبكتر بيوصف اللازر وسبكتر بيوصف اللازر وكوهيرنت ده توصف اللازر لكن اقدر اقوله ان اي عندها هاي انرجال لانه السوديوم الانرجي بتاع الالكسياتيشن بتاعته اكيد اكبر من الهيليوم والنيوم عشان ده سولد ودول جازر الهيليم نيون لازر from condition of laser action putting two electrodes inside metallic tube using metallic discharge tube containing inert gases raising temperature use gas mixture of low pressure use gas mixture under low pressure reason of excitation الهيليم اتم الهيليم نيون لازر السبب اللي هما بيحصلوا بيه excitation قلنا الهيليم يبقى electric discharge لكن لو كان الهيليم كان يبقى collision مع الهيليم opposite schematic diagram represent the level of energy في الهيليم والنيون اتم largest energy difference between this level when atom move between the two levels هيبقى من E2 ل E0 دي اطول مسافة وانزا الهيليم اتم were excited to level E3 الهيليم اتم اما يطلع E3 collide مع النيون اتم they make النيون اتم get excited limit stable state هيطلع الاني state هيطلع ال E2 لان E2 هنا add E3 هنا كenergy energy of photon emitted from helium ده لازم يرجع من E2 ال E1 ده الفوتون محدش يقول لي من E2 ل E0 E2 ل E1 في النيون اتم opposite figure illustrate some transitions x y z k في الهيليم neon laser the correct arrangement of this transaction or transitions according to the order of their occurrence الاول النيون بيجيت excited اما بيغبط في الهيليم بيطلعه هنا وهو بينزل يبقى x بعدها k وده بينزل الاول z يبقى y x k z y ده الترتيب بتاعهم wave length of helium neon laser كزا nanometer time temperature negative 9 rate of photons phi l to get laser beam power 2.5 milli time temperature negative 3 watt كده احنا عايزين قانون الباور اللي فيه عدد وفيه wave length طب هو الباور اصلا equal energy في العدد يعني الباور equal h c على wave length في العدد الباور هنا 2.5 time temperature negative 3 عشان nano وده 6.6 2.5 time temperature negative 34 و 3 time temperature 8 ونحط دي انها x والwave length 6.32.8 نانو يعني time temperature 9 هتطلع لك الاجابة الاخيرة what property do laser ray have that make them usable for guiding missiles and airplane ان هما parallel وconcentrated وfocused كمان فقدر ادمر بهم الطائرات او ارسل بهم السواريخ والميثل what effect laser beam that qualifies beam to use for repairing eye retinal detachment ان هي عندها thermal effect او heat effect فقدر الحم بها الريتنا تاني laser ray used in holography because they are coherent opposite figure 3d photo of body is recorded on photo sensitive plate set of ray are different from each other is 3 هما الكوهيرنت مختلفين عن بعض في الوافلنس ومختلفين عن بعض في الفيز يبقى 3 الوافلنس بسبب اختلاف الكرار وعلى الفيز بسبب اختلاف التوبوغرافي او shape the object set of phrase are different in each other in phase برضهم photo that is formed on the plate هتبقى اسمها coded into form of interference لاني نرجع عن التداخل بتاع هذا فبتبقى كود هنا ما بتبقى 3d image او when using laser raising holography what information from body that could be recorded on photographic rate هال variation of color internal structure اكيد لا topography ولا variation of color الاثنين مع بعض laser beam with lens بتاعتها using holography ونضع phase difference ب 4b وعايز pass difference قانون pass difference كان fa multiply phase difference wave length 2b هذه wave length وهذه 2b ونشيل phase ونكتب 4b ب 2 دي كده الاسئلة بتاعت الليزر ان شاء الله تكون سهلة لو حضرتك كنت مذبط ومذاكر الدرس كويس وان شاء الله استنونا في بقية المراجعات وبقية حل كويتشن بانك لو في حاجة مش واضحة او محتاجينها زيادة ابعتولي او سبوها لي في كومنتي ساعة عليكم